مرحباً أيها الأطفال، كيف حالكم أصدقائي الأحباء؟ اليوم لدينا قصة جديدة من سلسلة كاميليا، عنوان القصة كاميليا وحفلة المدرسة قبل أن نبدأ بقراءة القصة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الضغط على زر الإعجاب، ومن ثم مشاركة القصة مع أصدقائكم والآن هيا بنا نبدأ بقراءة القصة كاميليا وحفلة المدرسة أيام معدودة وتبدأ حفلة المدرسة، وفي انتظار ذلك نعيد المشهد في الصف أمر مضحك ومسلن، إذ علينا أن نرقص ونغني وكاميليا مبهورة بزيها التنكري، تنورة ورقية جميلة ملونة بكل الألوان، وشرائط على شعرها كررنا الرقصة ولم أخطئ أبداً، قالت كاميليا فخورة بنفسها، وهي عائدة إلى البيت هذا مثير للإعجاب حقاً، قالت الأم إنني أنتظر يوم السبت بفارغ الصبر لأجيء وأشاهدك، سيكون كل شيء كما يرام أجل، وأنا متأكدة من أن كل الآباء والأمهات يستعجلون هذه الحفلة هم أيضاً آه، حسناً، قالت كاميليا بشيء من الدهشة، كل الآباء والأمهات سيكونون هناك؟ أجل، أهالي التلاميذ كلهم، حتى أهالي الأولاد الكبار؟ بالطبع، إنها حفلة جميع الأولاد داخل غرفتها جلست كاميليا مع دبتوبها أتدري؟ اعتقدت أنه لن يكون هناك سوى أمي وأبي ومن الممكن أيضاً أباء وأمهات سامية، سعاد، وسارة، وهذا كل شيء لم يجب دبتوب، لكن كانت له وجهة نظره جاء يوم الحفلة، كل تلاميذ المدرسة من الأصغر سنن إلى الأكبر سنن متنكرون، بعضهم كعرائس، وبعضهم الآخر كقراصنة وآخرون أيضاً كأرانب أو ورود كان على المجموعة الزرقاء أن تبدأ أولاً ثم يأتي دور المجموعة الصفراء وعم قريب مجموعة كاميليا، المجموعة الخضراء الجميع سعداء، الفتيات يدرن بتنانيرهن ضاحكات والصبيتي يلهون بقبعاتهم الكرتونية المضحكة نزوت كاميليا وحدها في ركن خلف الستار راح قلبها يخفق بقوة وحنجرتها تنقبض بعد لحظات شاهدت جميع الأهالي جالسين على المدرجات جميعهم كانوا هنا، والدها ووالدتها بالتأكيد ولكن الآخرين جميعهم كانوا حاضرين أيضاً وهناك أيضاً أجداد وجدات أخوات كبيرات وأخوة كبار هل ستأتينا يا كاميليا؟ سألتها معلمتها صفاء لا، لن آتي ما الذي يجري؟ أنا خائفة، هناك الكثير من الأشخاص أجل، أفهم سبب خوفك، لكن لا تقلقي جاء الجميع ليصفقوا لك أنا متأكدة من أني سأخطئ لقد قررنا الرقص جيداً ولم ترتكبي أخطاء لذا أعتقد أنك ستنجحين ثم إنك إذا نسيت خطوة فإن الأمر لن يكون خطيراً يحق للجميع أن يخطئوا حتى أنا تمؤنت كاميليا بعض الشيء لكن عند وقفها في الصف وخلال مد يدها لسامية وسارة وقبل لحظات قليلة من الدخول إلى المسرح أحست بدمعة كبيرة تسيل على خدها دمعة سالت وتبعتها الأخرى ثم راحت تبكي أقبلت معلمتها صفاء وبيدها دبدوب أنظري من جاء يساعدك كان هنا في حقيبتك أنا متأكدة من أنه اندست هنا ليطمئنك أمسكي أعطيه يدك وسامية أيضاً هكذا سيساعدك ما رأيك؟ بدت كاميليا مسرورة جداً برؤية دبدوب ضمته إلى صدرها وأمسكت قائمته وكذلك فعلت سامية ثم لحق الأربعة سامية دبدوب، كاميليا وسارة أصدقائهم إلى داخل المسرح بدأ عصف الموسيقى والكل يرقص ويغني يا للمتعة في النهاية صفق جميع الأهالي على الضجة صاخبة ولكن الجو ممتع كانت كاميليا فخورة حقاً بنفسها لم تخطئ ربما مرة أو مرتين فقط وكما أخبرتها معلمتها صفاء الأمر ليس خطيراً أرأيت يا كاميليا نقدر قصتي بشكل رائع قالت معلمتها تهنئها أجل، وتبدوب أيضاً مع أنه لم يكن هنا في أثناء التدريب على الرقص ترجمة نانسي قنقر